ديه وجهة نظر عشان كده حتى الناس مش فاهمة يا كابتن يعني الناس بديجي مثلا حتى بيطلع في برامة تتكلم حتى ما حصلت قزمة أبو تريكا تتكلمت تسكير جدا كلمة على أبو تريكا الناس مش فاهمة ان اي حد بتكلم على أبو تريكا بتكلم على حاجتين على أبو تريكا كهرويا أو أبو تريكا أخلاقيا في الملعب الناس اللي شافوه أو عاشر الفترة دي كلها هو ده المشهد غير كده أبو تريكا خارج الأسوار دي خلاص احنا لسه موصلناش للحتة اللي انت بتقولها دي ده اللي هي ان انا أفصل ما بين الجانب الشخصي لللاعب أو للنجم أو للشخصية وما بين شغله انت لما بتقيم أبو تريكا بتقيمه عشان شغله احنا ما نعرفش يا كابتن غير شغل يعني احنا ما تعملناش وعم تغير لعيب كورا وراجل على الشاشة وبس ادي الموضوع فدي النقطة بس يعني انا اتمنى اتمنى ان احنا نحافظ على رموزنا أبو تريكا قدوة أبو تريكا قدوة في الكورة المصرية يمكن يعني من فترات طويلة لما يجي شخصية وتبان شخصية زي أبو تريكا عايز اقول الصفات السلوكية قبل سبنا من الكورة وسبنا من الانجازات اللي عمالة ووي 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 انا بتكلم على السمات والصفات الشخصية اللي فيه لا هو قدوة ولابد ان احنا نحافظ عليه ولابد ان احنا من لطخش او من سوقش الشكل والصورة اللي معمولاله لان ابو تريكا مش محبوب في مصر بس ابو تريكا محبوب في كل الدول العربية بس انا عايز اقول لحضراتك ان الجمهور والشعب وابو تريكا تعاملوا مع هذا الملف بمنتهى الاحترام ولم حد يسيء لابو تريكا انا بقول لقلة للقلة ولم حد حضراتك يسيء ان ابو تريكا فيه اي مشكلة والناس احترمت القضاء واحترمت قرارات الدولة وابو تريكا تصرحته ان هو احترم القضاء وان هو موجود في مصر يعني الامور مشية بشكل متحطي بشكل طبيعي انا بكلم على القلة اللي بتخرج قبل مثلا ما يحصل ان يعني القضاء او ناحية القضاءية تاخد قرار او حاجة ويبدأ يتكلم فلانو فلانو هذي عكبتن فيه ناس كده يعني ظروفها صعبة ربنا يعينها ولكن الحقيقة القضاء المصري المحترم هو اللي مقايم الدولة وثقاتنا فيه هي دي اللي بترجع مصر بقوة الحقيقة عالارض طبعا طبعا